موسيقى موسيقى أهلا أحبانا المشاهدين أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور أصلي إلى الله من كل قلب أنك تتبارك من خلال هذه الحلقة حديثنا اليوم يعني العنوان اللي حطيته خدمات المسيح الخمسة طبعا المقصود أنه مش بس أنه المسيح على الأرض كان بيقوم بخمس نوعيات من الخدمة خدمة المسيح هي من الأزل إلى الأبد قبل تأسيس العالم يقول عنه الكتاب المقدس الذي بروح أزلي قدم نفسه ومكتوب في رسالة بطرس أيضا افتدانا بدم كريم قبل تأسيس العالم ولكن أظهرت في الأزمنة الأخيرة نشوف أنه عمل المسيح في العهد القديم وأيضا منشوف بعد القيامة ظهر للتلاميذ وبعد صعوده إلى السماء يستمر عمل المسيح كشفيع ويستمر عمل المسيح إلى نهاية الأيام في مجيء ثانية وطبعا الملكوت الجديد وأيضا الديان فإذا عمل المسيح أو خدمة المسيح لا تقتصر فقط على خدمة المسيح في فترة معينة ولكن تركيزنا في هذه الحلقة على خدمات المسيح الخمسة المقصود الذي كان يمارسهم على الأرض وأكيد أن المسيح شخصية متميزة فريدة جدا وأكيد أن أعماله ومعجزاته وتعليمه وحياته أكثر بكثير ما أنه نوصفها بخمس خدمات المسيح ولكن أنا عاوز أتكلم أكثر اليوم عن برنامج المسيح المزدحم كيف كان بيقضي وقته بشكل يومي وأكيد رح يكون مثال رائع لحياتنا ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا المشاهدين أنتم تشاهدون برنامج ليكون نور على القناة الفضائية قناة الحياة المسيحية وطبعا اليوم سأتكلم عن خدمات المسيح الخمسة مثل ما ذكرت أنه خدمات المسيح لا تقتصر فقط في وجوده في الجسد أي من فترة التجسد إلى صعوده إلى السماء فهو يعمل ولأجل هذا الغرض جاء المسيح ألاحظ معي أنه كل ما هو في شخصية يسوع المسيح متميز، فريد، متفوق، سامي، حياته، أخلاقياته، معاملاته، تعاليمه، صلواته، معجزاته كلها أوقاته حتى كانت متميزة ونتعلم منها ولكن أنا مثل ما ذكرت أتكلم عن برنامج المسيح المزدحم وهذا البرنامج كله لخير ومنفعة الإنسان كان المسيح أمينا في كل شيء وفعلا مضحي إلى أبعد الحدود في كل أمور حياته كانت شخصية مضحية اسمحوا لي أن أقرأ بعض الآيات التي تتحدث عن هذا الموضوع نقرأ من بشارة لوقف الإنجيل المقدس الإصحاح الرابع مكتوب ورجع يسوع بقوة الروح إلى الجليل وخرج خبر عنه في جميع الكورة المحيطة وكان يعلم في مجامعهم ممجدا من الجميع وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ فدفع إليه سفر إشعياء النبي ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوب فيه روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأشفي المنكسري القلوب لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر وأرسل المنصحقين في الحرية وأكرز بسنة الرب المقبولة ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم وجلس وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه فابتدأ يقول لهم إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم خليني أقرأ كمان بعض الآيات من بشارة متى في الإنجيل المقدس الإصحاح الرابع في آية 16 الشعب الجالس في ظلمة أبصر نورا عظيما والجالسون في كورة الموت وظلاله أشرق عليهم نور ولاحظ هاي الآية تتميم لنبوة إشعياء في الإصحاح التاسع وفي بشارة لوقت تتميم نبوة إشعياء في الإصحاح 61 من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات بعدين في آية 23 مكتوب وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب فذاع خبره في جميع سوريا فأحضر إليه جميع السقماء المصابين بأمراض وأوجاع مختلفة والمجانين والمصروعين والمفلوجين فشفاهم فتابعته جموع كثيرة من الجليل والعشر مدن العشر مدن هي ديكابوليس من الجهة الأخرى للأردن وأورشاليم أورشاليم فيه يهوذة في الجنوب واليهودية ومن عبر الأردن وهذا يعطينا الحدود الجغرافية حجم المستمعين الذين جاءوا ليسوع المسيح ليستمعوا فيستشفوا من العشر مدن الرومانية من الجليل الأسفل والجليل الأعلى من سوريا من المنطقة الشمالية وهذا طبعا سوريا مع لبنان من اليهودية منطقة الجنوب من أورشاليم عبر الأردن مساحة جغرافية يعني مش أقل من 220 إلى 250 كيلو متر انتشر خبر يسوع المسيح وجاءوا لكي ينالوا الشفاء والتحرير من الأمراض ومن الأرواح الشريرة أحبائي مكتوب عن يسوع المسيح كان يطوف في أعمال الرسل الصحاح 10 مكتوب يسوع الذي من الناصرة كان الذي يعني كيف مسح الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس لأن الله كان معه فإذا كان يطوف وجال يسوع وهذه خدمة يسوع في هذه المساحة الجغرافية التي تكلمت عنها إخوتي وأخواتي يسوع المسيح كان يطوف لكي يبحث عن الخروف الضال كما يقول الكتاب عن يسوع لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك ومثل ما ذكرت في أعمال 10 آية 38 الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا فإذا هذا هو يسوع الذي نتكلم عنه في بشارة مرقص آية 45 مكتوب لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثرين هذا طبعا بوضح خدمة يسوع المسيح وخلينا أقول الخمس خدمات هي بكل بساطة أنه كان يطوف كل قرى الجليل يعلم التعليم يعلم في مجامعهم اتنين الكراز ويكرز ببشارة الملكوت تلاتة كان يشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب أربعة كان يخرج الأرواح الشريرة النجسة نمرة خمسة كما قرأنا في أعمال عشرة كان يصنع خيرا هذه الخدمات اللي بتميز يسوع المسيح التي تظهر لنا محبة المسيح التي تظهر لنا أن المسيح والمسية المنتظر وهذا يعطي مصداقية لوحي الكلمة أن كلمة الله حية وتسير بتناغم وتناصق وانسجام تام هذه تظهر لنا سيادة الله المطلقة وتظهر لنا سلطان المسيح أحشاء المسيح حنان المسيح كان يتحنن على الجموع تظهر لنا قدرة المسيح وتظهر لنا مخطط الرب الرائع ليسوع المسيح بتشوف من ناحية عمل يسوع المسيح ومن ناحية أخرى بتشوف عمل الشيطان فجاء المسيح ليطلب ويخلص جاء الشيطان مكتوب عنه الصارق الإرهابي لا يأتي إلا ليصرق ويذبح ويهلك لكن يسوع مكتوب عنه أما أنا أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل جاء الرب يسوع إلى عالم مليء في الظلمة مليء في العبودية مليء في اليأس وعدم الرجاء مليء في المشاكل السياسية والدينية والتقاليد البالية جاء لمجتمع مستعبد ومقيد جاء لمجتمع بعاني من الجهل والفقر والظلمة فرسالة المسيح جاء حتى يرفع من الإنسانية حتى يخلص الإنسانية حتى يشرق بنوره ويبدد كل ظلمة على الإنسانية هذه هي خدمة يسوع المسيح أحبائي ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اهلا أحبائنا مشاهدينا خدمات يسوع المسيح أحبائي أي شخص يؤسس خلينا نسميها دين أو يكون مؤسس لابد أن يكون عنده المصداقية لابد أن يواجه المحاسبة ولابد أن تكون رسالته مقنعة ولابد أن تكون حياته خارقة متميزة وأي شخص بيجي قبل أو بعد حتى بعد المسيح يعني لازم يكون رسالته أعظم رساليته أكبر ولازم يكون عنده برهان أقوى من اللي فعله يسوع المسيح الرب مثلا في العهد القديم اختار موسى وأيده بقوة الروح القدس وموسى كان رجل الله كما يقول عنه الكتاب طلع شعب إسرائيل أخرجهم من أرض العبودية من أرض مصر حتى يذهبوا إلى أرض كنعان الرب رافق موسى بآيات وعجائب ومعجزات وتأييد إلهي حتى فعلا تكون مهابة الرب موجودة في موسى ولكن موسى يتميز أنه جاء أو أتى بالشريعة شريعة الله اللي هي الوصايا العشرة وهي الوصايا ما زالت تستخدم حتى يومنا هذا مع الوصايا أعطى الرب شرائع عديدة لشعب إسرائيل حتى شو بيأكلوا شو بيشربوا كيف بيصلكوا فيه يعني في أمور كل أمور الحياة فتميز موسى كما يقول كتاب أما النموس فبموسى أعطيه أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صاره ولكن الكاتب إلى العبرانيين يقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه أي في يسوع المسيح الذي هو الإعلان النهائي الإعلان الكامل لا يوجد إعلان بعد هذا الإعلان وهل يعقل عندما الله يرسل ابنه كلمة الله يأتي بإعلان آخر مكتوب عن يسوع الذي وهوى بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطيانا جلس في يمين العظم في الأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار موارث اسما أفضل منهم فالكتاب يتكلم عن سمو وعن رفعة المسيح في كل الصفحات سواء موسى سواء يونان سواء سليمان سواء داود سواء أي نبي في العهد القديم بيتكلم عن تفوق المسيح على إبراهيم إبراهيم رأى يومي فتهلل فإذا أحباء نحن نتكلم عن يسوع المسيح الذي اتخذ جسدا في ملء الزمان وجال يبشر ويعلم ويكرز ويصنع خير ويعمل أمور خارقة أول خدمة من خدمات يسوع المسيح اللي بتشوفها في صفحات العهد الجديد هو التعليم وهذا مهم جدا أحبائي المسيح أعطى لون ورونق جميل للتعليم فهو الذي قال لم آتي لأنقض بل لأتمم فإذا أعطى البعد الروحي العميق وأعطى التفسير الروحي للشريعة وتكلم عن روح الشريعة وليس حرفية النموس فإذا المسيح دعية بالمعلم الصالح قيل عنه أنه المعلم الصالح وليس صالح إلا الله ثم أحبائي واحد من رجال الدين قال عنه نعلم أنك قد أتيت من الله معلما هذه كلمات طبعا نقديمه رئيس اليهود كان لقب المسيح المعلم وبتشوفها عدة مرات يا معلم يا معلم هذا لقب المسيح المعلم قال يسوع المسيح تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم احملوا نيري عليكم وتعلموا مني المسيح بيتحدة بقول وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم لأنني رهي وحملي خفيف فإذا قال يسوع تعلموا مني بالحقيقة لما منقرأ عن تعليم المسيح مكتوب بهتت الجموع من تعليمه لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة في إنجيل متى أصحاح خمسة الآية الأولى الثانية يعني وجلس وفتح فهو ابتدأ يعلم وختام العزة على الجبل ثلاثة إصحاحات إنجيل متى إصحاح خمسة وستة وسبعة مكتوب بهتت الجموع من تعليمه شافوا تعليم مميز مش بس تعليم يعني مجرد تعليم لكن شيء عملي قال المسيح عن الفرس اسمعوا أقوالهم ولا تفعلوا أفعالهم لكن المسيح قال تعلموا مني علم يسوع المسيح العزة عن الجبل مبادئ الملكوت وهذا التعليم المسيح عزة على الجبل طبعا بشهادة العلماء والأصدقاء والأعداء والفلاسفة والحكماء لا توجد عزة في كل التاريخ بجمال هذه العزة وبقوتها وبحكمتها تعليم يسوع فريد متميز متفوق خرجت انسكبت كلمات النعمة على شفتيه المذخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم أحبائي علم مش بس العزة عن الجبل علم عن الملكوت علم عن المبادئ الملكوت ورعاية الملكوت علم أنه هو خبز الحياة وأنه هو نور العالم علم عن المحبة العملية قال ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه علم عن الغفران غفر حتى لصالبيه على الصليب عندما علم عن خبز الحياة أشبع الآلاف عندما علم أنه هو نور العالم فتح عيون العمي عندما علم أنه هو القيام والحياة أقام الموتة فإذن ليس مجرد كلام ولكن فعل قال يسوع كلامي روح وحياة وهذا طبعا يعني بفسر كل تعليم يسوع المسيح علم عن العظمة الحقيقية هو أن تخدم علم عن التواضع أخذ من شفا واتزر بها وغسل أرجل التلاميذ علم عن الملكوت الجديد وهذا الملكوت بتتويج الرب يسوع المسيح ملك ورب وهذا الملكوت يمتد في حياة البشر فهو المعلم الأعظم إخوتي وأخواتي شيء تاني اللي بميز خدمة يسوع هو التبشير هو الكرازي والكرازي هو تصريح إعلان طبعا عن الأخبار الصارة فهذا هو الإنجيل أعرفكم بالإنجيل الذي به أيضا تخلصون شو هو الإنجيل؟ المسيح جاء ومات حسب الكتب وأنه دفن وأنه قام في اليوم التالت حسب الكتب وأنه ظهر للتلاميذ طبعا فإذن هذا مختصر هو حياة يسوع سيرة حياة يسوع الكاملة الخارقة وموته وقيامته وهذا هو عمل الفداء الهدف والغرض الرئيسي هذا موضوع كرازتنا هذا موضوع حديثنا هذا الموضوع نكرز بالمسيح مصلوبا لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا وكرازتي كلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع بل ببرهان الروح والقوة حاش لي أن أفتخر لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن طبعا هذا الإنجيل فيه سلطان الله هذا الإنجيل فيه حضور الله وهذا الإنجيل فيه قدرة الله الذي يؤيد خدامه بالآيات التابعة فإذن كان بيكرز ببشارة الملكوت الأخبار الصارة للشفاء جاء المسيح لكي يطلب ويخلص جاء المسيح ليعطي حياة وحياة أفضل جاء ابن الله جاء المسيح ليدمر أو لينقض أعمال إبليس جاء المسيح يكرز بسنة الرب المقبولة يسترد كل مسلوب ويعود عن كل السنين تعويض جاء المسيح ليشهد للحق جاء المسيح ليتمم مشيئة الآب وهذا هو الإعلان وهذا هو التصريح وهذه الكرازة التي نقوم بها قال الرسول بولوس لتمثاوس اكرز بالكلمة أعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب وابخ انتهر عذ بكل أنات وتعليم لأنه سيأتي وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات أما أنت فصحوا في كل شيء اعمل عمل المبشر تمم خدمتك هاي الخدمة أحبائي هو نشر الأخبار الصارة أنه ما في داعي أنك تموت أنه في حياة أبدية من خلال قبولك يسوع المسيح في ضمان للخلاص الإنسان كان مرعوب من القبر ومن الموت ومن جهنم فالمسيح هزم القبر وهزم الموت وعطانا حياة أبدية ما فيش داعي أنك تخاف أو تكون مرعوب جاء المسيح برسالة الشفاء برسالة الخلاص برسالة الحرية للمقيدين والمستعبدين جاء برسالة النور للعمي جاء برسالة الاسترداد لكل مظلوم جاء ليعلم عن الملكوت الجديد بتتويج الملك ربا ومخلصا يسوع المسيح له كل المجد جاء لعالم يائس وبائس حتى يعطيهم رسالة الرجاء ورسالة الحياة الأبدية جاء لكي يعلن عن الملكوت الجديد يوما ما مكتوب في سفر رؤية ممالك العالم للرب أو صارت ممالك العالم للرب ومسيحيه هذا الملكوت ملكوت أبدي هذا الملكوت لا يزول هذا الملكوت لا يتزعزع ولا ينقض هذا الملكوت غير محدود بحدود جغرافية غير محدود بلغة معينة هذا الخلاص لكل من يؤمن أنت اللي بتشاهدني أو أي شخص بيسمع الرسالة تأكد أنه الرب يسوع بيحبك هو أخذ مكانك اللي منسميه الموت البديل حتى أنت لا تهلك حتى أنت تحصل على الحياة الأبدية وضمنها أحباقي من فضلك تواصل معنا أرقام الهاتف على الشاشة بحب أسمع منك ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا مشاهدين في كل مكان أنا ذكرت عن خدمات خدمات يسوع الرب يسوع المسيح كان يعلم تعليم كان يكرز بالكلمة وكان يبشر في ملكوت الله الشيء الثالث هو خدمة الشفاء وخليني قبل أن أتكلم عن خدمة الشفاء حبائي المسيح يعني كان فيه معارضات من اليهود ومحاولات ضده لدرجة أنه شفى مولود أعمى في أورشاليم كان مولود أعمى وتفل وصنع من التفل طين وطلع عيني المولود أعمى وقال له اذهب واغتسل في بركة سلوان فذهب واغتسل ورجع فعلا رد له البصر ومع كل هذا الغير مؤمنين رغم أن هذه معجزة أثبتت أن يسوع هو المسيح يسوع هو فقط الذي يفتح العيون ولكن كان فيه مقاومة لكن لم يقدروا أن يعاندوا الآية أو المعجزة وما في يقولوا فيه هذا عمل سحري إلى آخره كما قيل في وقت لاحق بحسب التلمود ولكن يعني شافوا شيء في عينيهم شخص معروف عند الهيكل يعني وكان يعني دايما بشوفوه وفجأة فتح عيونه شخص آخر اللي هو ألي عازر ألي عازر من بيت عنيا اللي هي اليوم اسمها العزرية في شرقي جبل الزيتون في فلسطين هناك أحبائي كان في عيلي دايما تستضيف في الرب يسوع هاي العيلي كان الرب يسوع بحبهم اللي هو مرثى ومريم وألي عازر مكتوب أنه ألي عازر مات وبعدين دفن ومكتوب أنتن لأنه صار له أربع أيام في القبر وهو الذي قال أنا هو القيامة والحياة وبعد ما قال هذه الجملة نظر إلى مرثى قال لها أتؤمنين بهذا إن آمنت ترين مجد الله آمنت وفعلا أقام ألي عازر من الموت يعني شو أقامه يعني بالعربي أحياه الشخص الذي أنتن يعني جثه يعني محتاج دم محتاج خلايا محتاج أنسجة محتاج أنا مش طبيب يمكن الطبيب ممكن يشرحها أكتر إنه بالعربي يعني استحالي هذا أربع أيام الريحة طالعة الجسد ابتدى يفسد ويتحلل إلى آخره جسد كامل ومع كل هذا عملوا اجتماع اجتماع السنهادرين بفكروا كيف يتخلصوا من يسوع لأنه لو تركوه العالم كله رح يؤمن بيسوع فإذا يسوع عنده مصداقية وتحدى يعني ما فيه شخص يعني يجي يقول طب ورين سلطانك موسى مثلا فعل قرين آية ما فيه شخص ممكن يقول هذا الكلام ليه لأنه حيث وجد يسوع في حضور في معجزة خرجت قوة منه لشفائهم كان فيه في المسيح قوة كائنة بل كامنة في شخصه المبارك حيث وجد يسوع فالمعجزة شيء تلقائي في العهد القديم لازم يصلي ولازم يطلب الأخير وجود يسوع معجزة في كل مكان وهذا ما يعطي المسيحية مصداقية أحبائي ما يعطي المسيحية أنه على أساس راسخ بيت مبني من الصخر مش من الزجاج فإذن المسيح واحد من اللي بميز حياة المسيح وتجوال المسيح وكثرة المعجزات لما أقول كثرة المعجزات يعني لا حصرة لها يعني بأعداد رهيبة مهولة فإذن كان مكتوب عنه كان يشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب كما قرأنا كان يكرز ببشارة الملكوت يشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب فذاع خبره في جميع سوريا فأحضروا إليه جميع السقماء المصابين بأمراض وأوجاع مختلفة والمجنين والمصرعين والمفلوجين فشفاهم اسمع الكلام فتبعته جموع كثيرة من الجليل والعشر مدن وأورشليم واليهودية ومن عبر الأردن يعني كل المناطق المحيطة فذاع خبره في جميع سوريا هل سوريا من الأرض المقدسة مية في المية زي زي الأردن وزي مصر وزي لبنان المسيح زار مصر المسيح زار لبنان وشرفها في نيقيا وزار سوريا مع أنه ولاية سوريا اللي كانت بتضم كلها كان في والي أو حاكم روماني اللي بمثل السلطة الرومانية في سوريا المسؤول عن كل الولايات المجاورة فإذا هل سوريا من الأرض المقدسة مليون في المية زارها يسوع وزارها الرسول بولوس وحنانية ويهوذة وتلاميذ كثيرون انتشرت الارسالية والرئاسة الارساليات مركز الارساليات كان في أنطاكيا سوريا اليوم هي في تركيا بس هي أصلا سوريا فإذا هل هي من الأرض المقدسة نعم هي من الأرض المقدسة كذلك الأردن كذلك لبنان فلسطين إسرائيل كلها أرض مقدسة هل في مخطط لالله لهذه البلاد مليون في المية الرب حب هاي البلاد صور من محبته خطار أنه رجلي الدوس هاي الأراضي الحلوة اللي محتاج نور محتاج رسالة رجاء محتاج افتقاد إلهي محتاج شعبنا يختبر محبة الرب في متى إصحح 11 يحنى أرسل وراء المسيح أنت هو أم ننتظر آخر قال يسوع اذهبا واخبرا يحنى العمي يبصرون والعرج يمشون والصم يسمعون والموت يقومون والبرص يطهرون والمساكين يبشرون والأرواح الشريرة يخرجون كمان فإذن هاي هي خدمة يسوع المسيح وين ما مشي وين ما راح في بركة وخلينا نصلي أنه ربنا يرجع يبارك بلادنا يبارك إسرائيل وفلسطين والأردن وسوريا ولبنان ومصر والعراق كمان وكله بصراحة كل الدول العربية لأنه كمان شمال أفريقيا كانت مركز إرساليات وآباء الكنيسة مركز الأساقفة وتركيا اليوم يعني فينا نحكي هذا موضوع تاني نصلي لهذه البلاد يسترد هرب وترجع البركة ترجع البركة لهذه البلاد في متى إصحاح أربعة عشر في آية شبيهة مكتوب فجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء وعلى فكرة في الإصحاح في السياق الحديث بيتكلم عن أعداد غفيرة كل شخص لمس المسيح كم العدد ربنا اللي بيعرف العدد بس إذا أجو تخيل معاي أنت تخيل جابوا ما هو خلي بالك الحم السورية كانت الناس تروح تستشفي هناك من المياه المعدنية هناك البركة بتسعمئات فتخيل معي من العشر مدن الرومانية تخيل معاي من أورشاليم من سوريا من لبنان من عبر الأردن من الجليل قديش العدد كل هذا العدد المرضى اللي جاءه جميع الذين لمسوه نالوا الشفاء أنت عن إيش تتكلم إحنا منتكلم عن يسوع المسيح بإيدك تقارن يسوع هو حي هو هو أمس واليوم إلى الأبد وعاوز أشجع كل مشاهد يمكن أنت في حالة المرض اليوم أنت في حالة ضعف قبل يعني قبل الخدمة قبل ما أبتدأ وصلني هيك خبر مؤسف عن أخت من الأراضي المقدسة عاوزين يبتروا رجلها من الجليل إحنا منصلي في اسم الرب يسوع أن يمنع هذا الأمر منصلي لكل مرضى الكورونا الرب يشفيهم منصلي في اسم الرب يسوع كل مرضى السرطان يشفوه أي أمراض في اسم الرب يسوع نعلن شفاء في اسم الرب يسوع إحنا منصلي حبائي بالإيمان ومنصلي ليه منصلي هي قوتنا من الرب والرب الأمرنا اطلبوا لكي يكون فرحكم كاملا فإحنا منسأل رغم ضعفنا ورغم آثامنا ورغم خزينا وعارنا ومضينا وخطيانا مش لأي سبب فينا من أجل هو من أجل استحقاق الدم اللي نسفك من أجلك ومن أجله مكتوب عنه الذي بجلدته شفيتم وبحبوره شفينا من أجل خاطر يسوع المسيح أنا بصلي اليوم كل المرضى اللي بيشاهدونا بالإيمان كررها قل له يا رب شفينا شفينا في اسم الرب يسوع المسيح في إنجيل متى إصحاح 8 آية 16 فأخرج الأرواح بكلمة وجميع المرضى شفاهم هذه الشفاءات أكدت أن يسوع هو المسيح لاحظ في إنجيل يحنى وآيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلامذه لم تكتب في هذا الكتاب وأما هذه فقد كتبت لتؤمن أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه يحنى إصحاح 20 معجزات كثيرة وشفا بطرق متنوعة يعني فيش أسلوب معين اللي تقول بهاي الطريقة شفا يسوع في شفا من بعيد في وجوده في عرص قانة إملأوا الأجران ماء الأجران ماء وهكذا صار في معجزة في لمسي كان بيشفي كان بيوضع الأيدي كان بيتكلم بالكلمة بوضع الأيدي شفنا الأعمى جبل من الطين وطلعنيه وشفي هذا الأعمى فإذا لا يوجد طريقة معينة فيسوع حضوره موجود لأنه هو هو أمس وإلى اليوم وإلى الأبد لا ولن يتغير يسوع المسيح الحي الخدمة الرابعة التحرير لاحظ خدمة يسوع مش بس تعليم كرازي لكن برضو بشكل عملي كان في تحرير من الأرواح الشريرة مكتوب السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك قال يسوع أم أنا أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل جاء لينقض أعمال إبليس بل هزم إبليس على الصليب إذ جرد الرياسات والصلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه في عمل المبارك فإذا فضحن وشال الميداليات أن يشين عنهم فيعنى مجرد أشكال لكن بدون قوة لأنه في قوة المسيح للتحرير هذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين بإسمه يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون فعلا المسيح أخرج سبع الشياطين من مريم المجدلية اللي كانت تلميذة للرب يسوع المسيح وكانت تخدمه وأول شاهدة للقيامة لاجئون كان واحد فيه كتيبة كاملة من الشياطين وكان بعزب نفسه مرة تاني فيه واحد آخر كان بيدخل النار والماء وبيزبد يعني لما بيجي عليه الروح الشرير كانت عنيب تتغير وكان بيطلع زبد من تمه وكان بيرتجف يعني بصرع بجنون فالرب يسوع أخرج الشياطين وهكذا ليجئون أخرج ستة لاف شطانه سمح أنه يدخلوا في الخنازير وانتحرت في بحيرة طبرية المسيح هو المحرر الأعظم يمكن أنت اليوم مقيد بأعمال سحرية مقيد بالحجابات بالتعاويز بالسحر الأسود يمكن أنت اليوم مقيد بالعرافة بالكف والفنجان في الأبراج في ناس ما بتطلع من بيتها لما تعرف إيش البرج في ضربات على حياتك في لعنات محتاش تتحرر منها في اسم الرب يسوع في ناس بتكلم معهم دايماً عندهم روح حزن عندهم كآبة دايماً هموم بس كمان في شيء خطير في ناس في بيوت في روح الموت عم بسود يعني بتلاقي واحد وراء الثاني وراء الثالث كل بموت ما بيعشش طويل باسم الرب يسوع تكسر هاي اللعنة في ناس من اللي بيشاهدونا عندك فكر الانتحار تذكر إذا أنت بتصمم على الانتحار هاي خطيه كبير لأنك أنت تعلن أنه الله غير قادر على فدائك أو شفائك فأنت لما بتصمم أنك تنتحر أنت مصيرك طبعاً بيكون الهلاك الأبدي طبعاً أنا بحكمش في هذا الموضوع لأنه الانتحار هو خطيه مثل أي خطاية تانية والرب بيعرف شو الإنسان في داخله في نفسه كيف آخر لحظة في حياته مثلاً أنا بتكلم بشكل عام الانتحار اللي بيصمم يعني عاوز يقتل يعني هذا مصيره مش بس بتخلي أهلك يعيشوا في حزن كل العمر في زنب عقدة زنب أنه عايشين أنه ابني أو بنتي انتحر أو لا سمح الله فإذن يعني فكر يعني ففي ناس مربوطة مقيدة بالإدمان بالجنس في الشهوة في خطايا اللي لوثت نفسك وجسدك وروحك قل لي يا رب طهرني يا رب حررني يا رب اشفيني يا رب اكسر كل قيدة عني كل لعنة كل ضربة كل أعمال سحرية كل كتبة كل حجاب اللي بتجيب لعنة على بيته في اسم الرب يسوع نكسرها اليوم وخلي هيك خادم روحي يزورك ويصلي في بيتك وحياتك حتى تكسر هذه اللعنة تعرفوا بولوس في أعمال ستعش انتهر قال لروح العرافة اللي كان فأنا أمرك باسم يسوع أن تخرج منها فخرج في الحال في قوة تحرير في قوة شفاء هذه كانت خدمة الرب يسوع خلينا أخذ قبل أن أحكي النقطة الأخيرة أخذ مكالمة أو تنتين خلينا أخذ المكالمة الأولى الأخت نهال من بريطانيا أهلا وسهلا فيك سلام ونعمة حضرت الأساس نزار برحب حضرتك بكل المشاهدين الكرام الغالين على قلب الرب وعلشان هم غالين على قلب الرب حضرتك بكل المحبة جاي برسالة خاصة وهمة جدا وهي أن كل من يقبل المسيح ينال الخلاص ويحصل على حياة أبدية هو اللي دفعت منها بدمه الغالي السمين وعلشان كده بصلي من كل قلبي لكل مشاهد لسه معاند لهذه الرسالة أو حتى لسه مش نصدق أن الكلام ده ليه وأن خطيات قيلة جدا لدرجة أنه ما ينفعش يتقرب بيها لله أو النوع الآخر من المشاهدين اللي حاسس أن أنا كويس وما بغلطش وبعمل أعمال حسنة من صوم وصلاة وزكاة ودفع عشور إلى آخره من الأعمال الحسنة وكأن السن حاله أنا مش محتاج لعمل الصليب والمسيح وعما يضيع الوقت في عناد ورفض عايز أقول بمنتع الحب العمر مش مضمون والموت ما بيستأذنش من فضلك كن مستعدا لمقابلة الرب في اليوم الأخير والاستعداد ده لا يمكن يكون إلا بقبول الرب يسوع وعمله ليه؟ لأنه زي ما سمعنا هو مش بس نبي عظيم وعمل شوية معجزات ويملك تعاليم سمية لا ده خلق من الطين عيون للأعمى والخلق ده شيء مهم مختص بالله وحده الله وحده وبصراحة عايز أقواشوش كل مشاهد سودانه وقوله ليه بترفض المسيح وعمله على الصليب وتقول في قلبك لا صلب ولا مات ولا قام لكن شبه لهم ده عيسى بن مريم موصوب بأنه الصادق الأمين في جميع الأديان هو ما بيجذبش لم يفعل خطيئة ولم ينخسه الشيطان فليه ما بتصدقهش النهاردة وروح وسلي على ركبك وقوله أنا أقبل عملك وغفرانك للخطايا لأنه بصراحة من الآخر كده البهريز ليس بأحد غيره الخلاص ولا أحد يستطيع أن يوسي ديوني وتمن خطايا إلا الخيالي من الخطايا لأنه كل الأنبياء أخطأوا لكن الوحيد القادر المتوفر فيها دي الشروط هو الرب يسوع وحده وعشان كده هو قال أنا هو الطريق والحق والحياة اللي آمن به هينال الحياة الأبدية وما اللي يؤمن به لا ينال الحياة الأبدية ما سيمكس عليه غضب الله رب يباركك شكراً كتير يا أخت نهال ربنا يباركك على هذه الرسالة خليني أخد كمان مكالمة من فريال من بريطانيا أهلا وسهلا أخت فريال سلام المسيح معاك سلام المسيح أنت كفيت ووفيت أخني زار بالنسبة لخدمة الرب يسوع له كل المش في شفاء المرضى في إنجيل متى يسحى خمسطعش عدد ثلاثين يقول الوحي الإلهي فجاء إليه جمع كثير معهم عرش عمي خرف وشل وآخرون كثيرون وطرحوهم عند قدمي السوع فشفاهم وبعدين اتعجب الجموع ومجدوا إلى إسرائيل طيب يا يسوع يا حبيبي انت شفيت ومجدوا الله وخلصنا لكن الآية الأخرى الرائعة وأن يسوع فدعا تلاميذهم وقال إني أشفق على الجمع لأن الآن لهم ثلاثة أيام يمكسون معي وليس لهم ما يأكلون ولست أريد أن أصرفهم صائمين لأن يخوروا في الطريق يعني جاء الشفق وتحنن إلهنا شفوق إلهنا حنان في إنجيل متى أيضا إسهاء 14 يقول فتحنن عليهم وشفى مرضاهم وأيضا أشبع الجموع بخمس تالاف رجل مع عدل النساء والأطفال وفي إنجيل ساعة 15 إنجيل متى أيضا أطعم أشبع أربع تالاف رجل مع عدل الأطفال والنساء فالرب يسوء هذا القلب الحنيد قلب الرحيد قلب الشفوق كان يجول ويصنع خيرا فهو الرب يتحنن على كل شخص اللي يطلبه سواء كان خاطئ منه ما يكون لأنه قريب الرب قريب لكل الذين يتعونه الذين يتعونه بالحق هو خبز الحياة من يقبل إلي فلا يجوء ومن يؤمن بي فلا يعتش أبدا شكرا يا أخي فريانا فأصلي إنه كل شخص يأتي إلى الرب يسوء ويتحنن ويشفق عليه الرب ويخمسه ويتوت يطلب الغفران يخمسه من خطايانه يعطينه الحياة الأبدية شكرا أخي نزار الرب ربني باركك شكرا جزيلا شكرا جزيلا خليني أخذ كمان مكالمة من أبو مهند أهلا وسهلا أبو مهند تي معانا على الهواء أهل خير أهلين أبو مهند تفضل على السريع عشان الوقت مساء الخير مساء الخيرات أخي وحبيبي نزار شهيد أهلا أهلا أنوان كلمتي تقول اللهم حبة فمن هو الإنسان حتى تذكره وابن آدم حتى تبتقده مضمور تمانية أربعة إن كوكبنا الأرضي هذا ليس سوى كثة ترابية صغيرة تسلح بهذا الكون البيع ونحن البشر قد نظهر عليه كالبرغش الصغير ولكن الله ليس إطلاعا كالإنسان فقدراء فائقة جدا لدرجة أنه يستطيع أن يرانا ويعرفنا ويهتم بأمر ويفتش علينا ويسد اهتياجاتنا دعم إن هذا هو الإله القدير عظيم بقوة بمحبته أيضا إن إماننا المسيح المستند من كلمة الله المباركة يؤكد لنا بأن هذا الإله الذي خلق هذا القون ويحمل كل الأشياء كلمة قدرته كعظيم كفاية لإعرفك أنت مخلوقه إنه عظيم كفاية ليهتم بك أنت شخصيا أمين أبو محمد عندما أفكر في مقدار ضعفنا وعجنا كبشر أمام العظم الإلهية وقدرتها لا يسعني إلا أن أشكره على محبته هذه التي تواجي قوته الله يحب أولاده لا لأنهم سحقون محبته بل لأنه هو معب وشكرا شكرا جزيلا أبو مهند ربنا يباركك أحبائي الخدمة الخامسة هي صنع الخير قلنا كان يعلم ويكرز ويشفي ويحرر يخرج الأرواح الشريرة الخدمة الخامسة الصنع الخير جال يصنع خيرا وبتشوفه في بداية خدمة يسوع أنقذ عرص من ورطة اجتماعية حول الماء إلى نبيذ والأخت قرأت عن معجزة إشباع الخمسة ألاف هي حدثة في منطقة البحيرة الطبرية مع اليهود لكن المعجزة الثانية إشباع أربعة ألاف كان المسيح في منطقة الأمم ومنشوف لأنه بحب الأمم كمان شفى يعني مكتوب فجاء إليه جمهور كثير معهم عرج وعمي وخرس وشل وآخرون كثيرون وترحوهم عند قدمي يسوع فشفاهم فمجدوا الرب فهذه المعجزات التي حدثت في منطقة الأمم فإذن بين اليهود وبين الأمم لأنه يحب الجميع لأنه جال يصنع خير كان يهتم بالنساء بالأطفال حتى دفع الضريبة عن بطرس في المرأة التي أمسكت في زنة المرأة الخاطئة تعرف أحباء تعليم يسوع وكمال يسوع رفع البشرية اهتم بالأعمى لما صرخ يا يسوع يا ابن داود رحمني التلاميذ حاولوا يعني يمنعوه لكن المسيح بالعكس راح له قال له شو بدك ماذا تريد أن أفعل بك أجاب وقال أن أبصر فرد له البصر والبصيرة زك العشار العشرين منبوذين في المجتمع رفع من تيمته وخلصوا هو وبيته حتى اللص التائب على الصليب اللي ابتدأ في تعيير المسيح غفر له خطيات واعطاه حياة أبدية لاحظ وجود المسيح مع السامريين تكلم عن السامر الصالح تقابل مع المرأة السامرية خلصها وخلص بلدتها لم ينتقم المسيح لم يصنع شر لم يأخذ سبايا لم يسلب لم يأخذ أي شيء لنفسه بالعكس كان مثل قال للثعالب أوجر ولطيور السماء أوكار وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه قال كونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم وقال هذه العبارة إذ أحسنتم إلى الذين يحسنون إليكم فأي فضل لكم فإن الخطاء أيضا يفعلون هكذا قال أريد رحمة لا ذبيحة يقول كتاب اصنعوا الخير للجميع أيضا في تسالونيك الأولى خمسة انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع مش بس بعضكم لبعض وللجميع افعل هذا الخير الرسول بولوس قال لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير إن خدمة يسوع المسيح كلها خير ما كانش فيها أزة ولا ضرب ولا سلب ولا نهب ولا سبايا ولا حرب ولا عنف حتى تلاميذ المسيح نشروا الإنجيل بصنع الخير كانوا بركة كانوا بيعتوا من ممتلكاتهم للناس المؤمنين كانوا يموتوا من أجل يسوع المسيح هذه الخدمات اللي كانت على الأرض ما زال المسيح يمارسها فالمسيح أيضا موجود في السماء يشفع فينا في كل حين فهو الشفيع وسيأتي يوما ما ليدين الأحياء والأموات وكل إنسان سوف يقف أمام يسوع المسيح الديان فهذا القرار قرارك لما بتسمع صوته اقبله وخليه يكون ربك وسيدك ومخلصك على فكرة بحب أسمع منك الرب يباركك إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر